صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من spot on وينما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان راديو تمورو أستراليا وحتى فيكم تجعوا تحضروا هيدا الحلقة على اليوتيوب تشانل الخاصة فيه دايفر اليوم هو شخص يمكن اسمه صار بيعرف عنه أكتر من كل ألقابه لأنه متعدد المواهب من ممثل لمقدم برامج لا رسام لا مؤلد وحتى بنفس الوقت بيغني شخصية مميزة حبيتوها عبر سنوات عديدة على التلفزيون وخشبة المسرح وقدر يكون علامة فارقة بين كل الأشخاص يلي كانوا حوالي مش هيك تميز وصنع اسم لنفسه اليوم غايب عن التلفزيون وغايب شوي كمان عن السيحة بيرجع بمسرحيات وبيرجع بيختفي تعني عرف أكتر منه ليش وإذا وضع البلد هو يلي أثر السيحة الفنية تغيرت وين هو وشو طموحه لليوم توني أبو جودة صباح الخير صباح نور كيفك؟ ماشي الحال ماشي الحال بمطرح معين بتحس فيدتك أو بمطرح معين كمان ضرتك لأنه يمكن أنت بطلت تعرف شو اللي بدك تعمله قد ما عندك قصص تعمله هي مضبوط واحد أول ما يسمعها بيقول إنه واو كتر خير الله هي شغلة يعني إنه واحد يكون عنده كل هالمواهب بس بالنهاية بده يوجههم بده يوجه حاله نحو شغلة أو اثنين ماكسيموم يمكن هيدا اكتشفته بعدين بمسيرتي بالحياة يعني لأنه مثل ما قلت بيضيع شوية الواحد يعني لأنه تطعت كل موهب بحق بدك أربع حياتات إذا بدك أو تعمل كلون لحالك تلاتة تعمل تلاتة منك يعني إنه منه هيني ركزت على شغلتين يعني تلاتة ومؤخرا عم ركز على شغلة منهن اللي أكتر شي حسيت حالي مرتاح فيها واللي بحبها يعني شو هي؟ يعني اللي هي الستاند اوب كوميدي أكتر شي استاند اوب كوميدي والرسم بعدين يعني فيك تعتبرو هي واية أكتر من أنه شغل لأنه كنت اشتغل رسم كنت اشتغل بشركة أعلانات بالأعلانات وبالمجلات أعمل كاريكاتور وكل شي بس خف هيدا الشي كله القراءة ومطبوعات خفوا يعني متل ما بتعرف كله صار ديجيتل وأنلاين وهاكي فالعالم تعودوا علي أنه توني اللي منحبه كوميديان توني اللي بيدحك مميز بالشي اللي بيعملوه فعم بيجمع المواهب تبعي عن ستيج يعني قررت إجمعهم على المسرح أكتر من أنه تليفزيون وتدين إذا رجع فيك الزمن لورا ورجعت باك تنظم البرايوريتيز تبعك أي شي ما سان بتقول بوقفه وأي شي بقول كان مفروض هيدا الشي طوره من البداية لأنه بده وقته ينضج أكتر يعني نجومية تبعه شوف رح بسط لك ياها يعني من بعد هالقصص المرأنا فيها وهالحياة اللي قطعت علينا بلبنان يعني أوقات بقول يا ريت من الأول فت بالغنى وبله القصة كلها هايدي يعني لأنه الغنى بتحس الفنين عنده جنية بده يسجلها حفلات معينة يعني في راحة أكتر ومصاري أكتر بك تفكي راحة ومصاري مطريب بس ندوع اللي انت بتغنية بيزبط بيوطننا العربي يعني انت قريب أكتر على أساس الأوبرا والأجنبي والأجنبي هول اللي بنشوفهم أنه دايما اللبنانية مظلومين فيهم يعني المواهب اللبنانية ما بتنجح فيه ما بتتطورك تنجح بس ما بتعمل نجومية يعني مظبوط ما بتعمل نجومية بس يمكن كنت طورت حالي بالعربي بركي أو يعني ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف أنه هي بالنهاية تمرين كيف بتمرن صوتك اللي عنده صوت حلو كيف بمرنه بيقدر يطوع صوته يعني بالشرق بالغربي أكيد أنا ميولي غربية أكتر وبغني غربي بس لأني ما أخدتها جدية لقصية الغنى يعني حطيتها ضمن خانة التمثيل والتقليد يعني ركزت فيها أكتر على التقليد ضاعت يعني صارت موهبة الغنى ضمن التقليد عندي هلا مش ندمان أكيد مني ندمان يعني بس أنه عم بقلك إذا واحد بده يرتاح يوفر تعب وعذاب يمكن كانت أهين هاي ده هانس كافية ببعا تبعا تتنشط على الصباح بس يلي بيريحني أكتر شي إذا بده يكون صريح و بتطلع السترس يلي فيك و بتعمل من كل شي حوالك و هيك هو الرسم يعني هاي موهبة الرسم هاي دفول ما يعني لعلك صح صح هاي ممكن تخلى عنها يعني يعني الرسم بتبقى بتمحي توني الممثل والمؤدن بتروح لعالم الغنى ليش؟ مع أنه أنت كشخص يعني ممثل وقوميدي نجحت نجاح كتير كبير وقدرت تكون من الكوميديان زي الصف الأول و كمؤدم برامج يعني احتلت الشاشات لفترة طويلة يعني كان وبرنامجك كمان نجاح نجاح كتير كبير شوف ليك معه يعني أنا قلت عم بحكي هيك يمكن فيها شوية مزح اللي قلته بس أنا ما غلطت أني ضليت بهالمجال و ضليت بالكوميدي لأنه تميزت بهالشي متل ما قلت بالمؤدمة يعني و أنا كنت عارف شو عم بعمل لأنه إذا بدك تغني بدك تصير رأم متلك متل كذا حدا يعني ما عندي هالصوت بالطرب يعني متل الأسامة العظيمة بلبنان بعرف حالي كل واحد بيعرف حجمه يعني ما فيني يقول أنه أنا كنت صرت متل ما بعرف مين فما كنت تميزت عم نحكي ماديا لأنه البلد بيشبرك تحكي ماديا هيا يعني بس لا أنا ما غلط أبدا و بطبع الكوميدي يعني هيده بدمي الشغل بس اليوم بتحس يعني متل ما كنت عم بسأل بالمؤدمة إنه الساحة الكوميدي إذا بدك أو حتى الفنية متراجعة شوي لورا يعني منشوف إنه مش بس بلبنان يعني حتى بالدول العربية والدول المجاورة الكوميدي بطلوا كتير موجودين بمسارح بقى صار فيه ناس جديد ومنهم تسالابريتيز يعني هن مشهورين لجمهورهم مشهورين عبر السوشيال ميديا يمكن والكوميدي اللي عم بقدموه ما بيتقدم تليفزيونيا كمان لأنه فيه كتير إحاقات ومثبات وحكي علما أنه هيده جنر يعني نوع من الكوميدي فشو السبب؟ السبب بلقلك هي بلشت هيده مع السوشيال ميديا بلشت شوي كمزح يعني إنه إخدينا مش بجدية العالم إنه فيه كم عنصور عم بيعملوا هن لحالهم يعني عندهم الجرقة إنه يطلعوا ينكتوا أو يعملوا سكيتشات وهيك وهن منهم معروفين يعني فيهم يكونوا شباب صغار فيهم يكونوا ناس مما كان إجيت الكورونا إذا بدك الكورونا وقفت كل شي صراحة يعني أنا أكتر شي ضرني ضر مسرحنا ضر مهنتنا هو الكورونا أكتر من الوضع في لبنان يعني لأنه ضر بالعالم كله وقف كل شي مسرح يعني ما بقى في مسرحيات كوميدية وغير كوميدية بصار البدير الأونلاين بصار الأونلاين قويوا هاو الجماعة هاو دي اللي بلشوا صغار ومش معروفين قويوا أونلاين لأنه شغلتهم هذا العالم طبعون وقمتوا معرفتوا تواكبوا الأونلاين ما هايد الصعوبة إنه بدك يكون عندك النفسية تواكب بدك تكون أنت يعني تتجرأ تفوت فيها هي يعني ما بعرض إذا فيها شوية تنازل كمان لأنه بس تكون أنت عملت كل هالأعمال وعندك أعمال تليفزيونية ومسرحية ما تتقبل تكون موجود أونلاين يعني يقولوا افتح يوتيوب تشانل بينصحون يا وطب شو بدي افتح يوتيوب تشانل شو بقى تطلع اليوتيوب تشانل مقابل يمكن المساري اللي بيطلعهم المسرح كمان اكزاكلي يعني بقى تنطلع تجيب فيورز مدرق الدي وكذا يعني it's a new world لقلنا للي من عمري إذا بدك وعنا عم بحكي بإسمي وإسم كل كوميديون بلبنان وبالوطن العربي اللي فوق الأربعين إذا بدك هيدا الحديث اللي عم تحكيه أنتو بتحكوه بين بعض يعني الكوميديونز اللي من هيدا العمر أو من هيدا الليفل إيه إيه يعني حكينا أنه منحكى فيها هيدا اللي في منهم نجربوا جربوا يفوتوا أونلاين نسبيا نجحوا يعني وفي منهم مش لي بقتلهم أبدا يعني وأبعرف يمكن بنزلوا على البيتش تبعهم أعرف كيف يعني بتشوف ناس معروفة أوقات عم تنزل على البيتش تبعهم مش إنه عندهم صفحة عملوا برنامج كوميدي أونلاين لا بتقول بلاها يعني بتسي تقول شو بدك بالشغلة أو شو بدك بالشغلة يعني فيها نوع من الوطو مستواهن فهيدا السبب وبعدين الكوميدي خفت يعني خفت قوية الدراما زباد دكاك عم بلاحظ يعني أصلا حتى ما فيه نصوص كوميدي صعب تلاقي ناس كوميدي ما حدا بيكتب كوميدي الستكوم شبه معدومة بالعالم العربي وبالبنان توني أبو جودين ما بيكتب هاي مشكلتي لا ما بيكتب لو بيكتب كنت شفتني بمئة ألف شغلة من زمان بس ما ما بيكتب عم بيقدر اكتب مونولوج لإلي بيقدر اكتب فكرة بس مش مسلسل ستكم اي مش مسلسل صيغ هيك جمل وسيناريو لكذا ممثل وهي ما عندي إياها قدمت مسرحية مؤخرا وحسب معلوماتي انه نجحت هاي دي المسرحية معلوماتك صح وعم بتجرب تكون عم بتقدم أكتر من مرة هاي دا العمل هو زيته راح ترجع تقدمه لا هو زيته لأنه في كتير مصار لون يشوفوها وزعلوا يعني انه كزا ناس يتصلوا فيي وعملت تسع عروض تسع عروضات خلال شهر جولاي يعني وكان بدي يكمل يعني بنفس المسرح بس هني المسرح اللي كنت فيه بياخدوا فرصة الصيف يعني بيسكروا كل اوغست هاي دي هني عندون إياها من زمان يعني فباوغست قلت بكملة شي محل تاني او هيك شفت انه كل العالم بالجبل وهلأ ابحورة وايك يعني انت خليني نوقفها هلأ سبتمبر مدارس فوطي مدارس وينزلوا العالم يعني مانا السيزن مش هلأ وقتا شهر الجي الله راد يا اخره يا بنوفمبر اكيد رح ارجع افتح بس بلبنان عندي حفلات انا هلا عندي حفلات برا عندك حفلات برا اي 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 يعني شهر الجي عندي كذا حفلة برا واخر بس تفتح بلبنان هاي المسرحية بمسرح سابت يعني على القليلة عشهر ارجع افتحها عشهر لأول نوفمبر مبدئيا هيدا التجربة اللي شخص لوحده خاضة فادر عيدة وبعده مستمر لليوم بتعتبرها بمطرح معين اريح يعني لألك انه تكون لوحدك مسرحك رخاص انت بتلعب شو ما بدك ما في حدا فوق راسك بس كمان بده حدا بزنس مان يعني يكون يعرف يروج ويشتغل فوينك من هالموضوعين بدك تيم يعني ايه كم شخص يساعدوك اكيد بس كرياحا اكيد بتريح اكتر حلو العمل الجماعي اكيد كل عمري انا بشتغل ضمن جروب ومن احلى بحياتي يعني انه وربيت صدقات وعليقتنا كتير منيحة يعني صحيحة وقات بصير في خلافات صغيرة كلنا كلنا بنختلف يعني بس شو صارنا 25 سنة يعني بس كله ماشي ما مش انه هل خلاف الكبير الضخم ومحاكم وبيسبوا بعض لا بس بالنهاية ما حدا بيفهمك اكتر من حالك يعني وانا سيئة بيت كاركتاري ما فردت حالي يعني ما عندي هالشخصية الافرد حالي بقوة كتير يعني بالعمل الجماعي كان مفروض اكتر عارفت كيف ليش مالك متطلب يعني بتفكير اخذ تحق وكل شي بس بس يعني اذا ما كتير انت بتفرض حالك وقات بيهمشو ايه بيعاربشو عليك يعني مش بيهمشو بيعاربشو عليك يعني حان الوقت انه كون انا من زمانك بدلو يعني بهذا الوسط انت بتعرف انه الشخص الناجح بيجربه بمطرح معين بيستفيده من نجاحه ولكن بيحجموه ما بيخلوه ياخد هو ودوع حساب شخص تاني اخر والصغار اصلا ما بيبينو بفهم ما بيكونو مأثارين فيهم عشت هايدي الحرب انا ما همشوني يعني هم لا بس عشت هايدي الحرب يلي انه شخص اسوال تكون ناجح بطبيعة الحار رح يكون فيه اشخاص عم تجرب تحرتي تحجم تزغر شخص اكيد اكيد بكذا شغلي هايدي هايدي مش بالمسرع ما صارد مسرع صارد بالتلفزيون كتير يعني بقصص عملتها يعني بالمسرع متل ما قلتلك عربشوا عظاهري يعني من اول ما بلشت بالعكس مش انو همشوني بالعكس انو عطيوني اكتر من حقي كأكسبوجر لانو عارفين انو اذا طوني فيه فهي فهمك كفاية يعني انو خلص اني استفادو انو استفادو صور تفكر انو طب ما انا كان فيني استفيد يعني انو بهالفترة كلا انا اللي كان فيني استفيد اكتر شو اللي ما خليك انت تكون بتستفيد اكتر اللي ما خليني هو الصداقة وهل انو بالاملية وعبالك خي ادمي كتير انا حبوب هل قد ادم هل مشكلة هل قد ادم تولي إنه حبوب كثير يعني هلأ اللي عم يسوأ رح يقوله إنه بسير كله عشوية يعني اسأل عني بسأل اللي بغي اسأل بسين طبعك صار عندك هلأ بسين جديد إيه ليه تشستر تشستر ليه أم جرباك بسين بالبيت إنه مهضوم مهضوم بس ما عم بخلي يفوت عكل البيت يعني إنه وبر بنتف لا الوبر ما عندي مش المالور بس هي الضفير يعني بس مهضوم حلوين البت بالبيت يعني مع أنه أنت ما كنت كتير تحب البت الكلاب بحبه كتير بس ما في وقت للكلب يعني إنه نزله ومشيه وهايك ما بسعينة بتاكل بتشربة واحدة نيمة واحدة نيمة كل نهات الوقت ما بتحس إنه موجودة بالبيت يعني تختفي تحت التخت أربع خمس ساعات نيح مهضوم مهضوم بس الشخص اللي بيكون بده حيوان أو شي بيكون عم بينبش على صديق بيكون عم بينبش على شخص ما يزعجه يمضي وقت معه هي هاي ما يزعجه إيه هيدا كتير مهمة شوف مرأ علينا بسراحة أيام كتير بشعة لا لا مرأ أيام كتير بشعة يعني من 2019 لهلأ وبعد الأيام كتير بشعة يعني كلنا خلقنا دايق ما في إنسان خلقه مش دايق يعني خلص ما بق فيك تتحمل شي فبتفتش على اللي برايحك يعني صار تقول طب بدي ارتاح بدي شي ريحني ما بق فيني هالمسايرة اللي كنا نسايرة قبل إن كان بالشغل أو بمع العالم ما بق فيك تعملها ما بق قادر أعمله خلص إذا ما زعوج من شغلي يا بفل يا خلص أقول إن انزعجت let go تركة توني أبو جاودة كيف عيش الوضع اللبناني من الثورة لليوم على التليفزيون ما نزلت على الطريق ولا نهار ليه ما إيمانت بالثورة ولا لا ما إيمانت فيها صراحة ما إيمانت فيها يعني إيمانت بالعالم البريئة خلق بيفكروك عوني ليه بيفكروه بالدنيا ما إني عوني أكيد ما إني عوني لا وبيعرفوني ما إني عوني أنا بيحترم كل العالم كل العونية عنده الناس بيجننه القوات عنده الناس بيجننه حزب الله عنده الناس بيجننه بس إتمنىك حزبة؟ لا ما انتخبت بين انتخاباتها الماضية؟ انتخبت بلا انتخبت مش حزب بس تجرب بس تصري على الكلمة ابعث هاي دولة اللي حرقوا ديننا اللي خربونا المعروفين هاي دولة الوسخين المرتين طب ليه ما نزلت على الثورة ما زال عم بتقلي خربونا لا انا مش قدر عمل شي رالف شو بدي عمل شو عملوا نزلوا شو عملوا سكروا الطرقات دبكوا دبكي تعشوا ببليش شو عملوا يا زلمة صوروا على السوشال ميديا فيديوهات سبوا طلعوا ويسألون شو جاية تعمل انت شو جاية تعمل على شهر يسألوها شو جاية تعمل خلاص هابل سوري يمكن يزعلوا مني اللي عم بقوله بس انه ممرأنا فيهم هاي يعني معروفين هاو دي الناس اللي عم تواجهون انتو هاو دي ولاد الشيطان هاو هاو دي حاكمين الشبر والارض يعني متابعة سياسة قليل قليل بس لانه قرفت انه صراحة بس بحضر يعني تابع اخبار شويك شو عم بيصير بس وقت انت تنزل وما عندك خطة والناس اللي عم تواجهها هيدولي بدك حلم الله تخلص منهم يعني شبهتون مثل اللي عم بينطح الحيط انه بدو يهد الحيط براسه كده ايش عهيدا الشي من اول نهار من اول نهار ايه من اول نهار يعني صرت ديعت في محلات انه اه محمس اكيد معهم يعني انه عم تشوف الناس ما هاو دي انا انه شو عم تعملوا يا خي طيب ما كلنا بدنا هالاشيا بس فيه كنت حققوا فيه حدا يحقق شي ها البلد ها مشكلته يعني كمان هلأ اللي بيسمعك عم تقول هيك بدي يقول لكن ما نزلنا عايشين بهيدا الياس بلأ امل بالتغيير بالانتخابات بالانتخابات شو صار بالانتخابات فيه ناس جربوا يغيروا انا من الناس اللي جربوا يغيروا صار فيه تغيير برأيك يعني فيجا ناس بيشبهونا شوي وفال ناس ما بيشبهونا ما بدنا اياهم ألا بقيوا للحلم ياريت بيروحوا بحلم هيدولي بس فيه الله يعني لو بقيوا هيدا النسبة الصغيرة من اللي فلوا وفلوا هول كلهم كان أحسن صح أولا ياريت هيدا الحلم المستحصي خاصة هلأ مع جلسات الموازنة واللي عم نشوفه من المسرحيات بقلب المجلس يعني شي مبكي عن جد نحن ببلد ما فيه حكومة حكومة مستئلة طبعا بعد الانتخابات النيابية واصلنا لانتخاب رئيس جمهورية جديد إذا صار فيه انتخابات متأمل خير بعد رئاسة الجمهورية بعد ما يفل الرئيس الحالي ويجي الرئيس جديد مني ضليع كتير بهالقصص وكلمة متأمل خير كتير قوية يعني على هالبلد يعني هيدا حلم هيدا حلم يعني كله حلم كل شي شوف ما بعرف بدي أقول شغلي إنه قدي صار لنا اخر شي بيطلع رئيس الجيش رئيس جمهورية صار لنا كازا سنة طب خالص خلي قائد الجيش يعني يطلع رئيس جمهورية أنا برأيه أحسن واحد حاليا أفضل شي هو أفضل شي هو مش لازم يكون الرئيس الأقوى شعبيان الأقوى مسيحيان راح يلاقي مين يحاربوا كلهم بيكرهون وبيلاقوا مين يحاربون كلهم راح يصير في فيتو عليهم وشوصي يعني نحن بحاجة لرئيس توافئة ويكون بيردر كل مظبوط حاجة نلف وندور حاجة نقول إنه بدنا هايك وبدنا هايك مئة ألف رأي يا زلمي بالآخر هايك راح يصير بكرة أشوف بس خيارنا هايك راح يصير خيارنا بيدنا ولا بيد بره بيد كل شي عم بيصير تغييرات كل شي عم بيصير بيد بره بيدنا ما عنا شي بيدنا شو عنا بيدنا يا خي صاروا سرئين مدركان بانك اليوم شي بيدحك وحيات الله هلأ هيدا أسبوع كان غزوا البنوك هلأ بيسكروا البنوك وفتوى يلا يبقى البنوك ومصرياتنا باي باي وين مصرياتك أنا فيه بالبنوك بعد شوية تركتلهم شوية كيف طلعت مصرياتك شكيت يعني عملت مثل ما كل العالم عمله سحبت تشكيت وبعتهم يا بعتهم يا شتريت فيهم يعني ما بق أمن إنه هاودي رح ردهم يعني شوف الداء يقسونا يعني إنه هالمصاري هاودي اللي جمعتهم كل حياتك هاودي لآخرتك هاودي لأولادك شو خلاص راحوا يعني نتفكر بالأكبر عمر كمان يلي أكبر مني وآهلنا يعني ما بق فيهم يشتهرون يعني أنا هلا عم بلش من السفر فينا نقول عم نبلش من السفر كلنا بعد نقادر أنا حمد الله بس العمر أهلي وأهلك يعني شو نعمل فقدرنا نضبط أمورنا شوية بكم شغلة وتركناه لو ندفع ينبسطه فيهم يعني قطعت متل كلة لبنانية بديقة مادية بوضع شوي صعب بمطرح اللي أنت فيك كنت تعمله وما قدرت تعمله شوف الحمد الله لا الحمد الله بس أكيد اللي كنت قادر أعمله وما عملته إيه يعني ما عدنا متل قبل ما عدنا متل قبل يعني صرت بتشوف الشغلة هاي اللي كنت أنت فيك تحصل عليها بحية اللي وقت تقول لا ما بدي إيها خلص ما في أو أنه فيه إشيه أبدا فيه إشيه أبدا بكتير يعني بيانت الأولويات وإذا بدك حسنة من حسنات هالشغلة اللي كتير بشع اللي صارت معنا شوف الإيروني يعني how ironic أنه نزلتنا شوية على الأرض نحنا اللبنانية كمان يعني لأنه كان عندك كم واحد عايشين عيشي مش لقيلون يعني ثلاثة ربيع اللبنانية دي ممنع عيشة إنسان طبيعي يعني يعني عيشة ناس بمونكو يعني ناس بسي اي او شرك موظف عادي عيشها طب هاي بأي بلده ومش تحق على اللبناني حق على هالنظام الزفت يلي فتح لنا هالمجال يعيشوا الوهم أنت واحد يقل لك خود ربحت اللوتو بتقول له لأ تانكس ما بدي إياه خلص قالولك حط بالبنك بيطلع لك القاد خود كريدت كارد فع شتري فيه بره فيك تشتري بره unlimited وين هاي دي بيعملوها الف وخمسة تعلق المصاري صارحة يلا إنسان حقه حقه يصرف يشتري يعني انفجار المرفق وين كنت كنت بتجيم بمنطقة صليم ورج فينا رجي ما بتفهم يعني كلنا قلنا انفجار بالمنطقة هونيكة نزلنا دركبة عالدرج وما بخبرك يعني شفت الكلاود شفنا الغيمة الصفرة وصلت لفوق فوقنا هيكة سطلت يعني شو هاي دا واقفين كلنا 40-51 هيك تحت بمين اتصلت اول شي اكيد اتصلت بكارلة اتصلت بدي شوف بالبيت كان يعني بنتي بالبيت وكذا الحمد الله ما بهون شي كانت ليا بيقوطة ما كانت عال بيقوطة القعدل عالبالكون الحمد الله أنا ما صار عندي شي بس فصل الشباك يعني فصل فصل باب ألومينيوم وزنه شمية كيلو فصل زيح عن السكة كله يعني خلا وقع اذا كان كسر بس جيراني تكسر تكسر ازازهم كله وكارلة الحمد الله ما كان بها شي يعني بوقتها وما صار لها شي طمانت بالي ونزلت وشفت الويلات وعشت كل شي شفت الويلات أنا ونازل عالطريق شفت لأزاز وينما كان ورقل بيدحك انه كانوا أول شي بيت الوسط عملولك ببيت الوسط قلتلي حرق ديك هالبيت الوسط ازا هان شو هي هاي ببيت الوسط هيك عملت انفجار نووي وإذا شفنا انه هي انفجار نووي هيدا ما انه قصوا انهار تاريخ كل رح نوصل للحقيقة ولا ما بقى نسأل ما بقى نسأل يعني حرام براسك حللت قلت انه برأيي هيك هيدا هو السبب ايه في تحليلات اكيد شو حللت حللت نص من اللي عم بيقولون انه فيه فيه اشيه تحت انفجاريت ما كي مفروض تكون بس نحنا بس مفتعل باركينج لكلشي فيه ناس مفتعل شو المفتعل الانفجار اه معقول معقول او فيه ناس شبقوا صاروخ جيران جيران ايه على الارجح على الارجح صاروخ من جيران خليني اه انقل انا وياك بما انه حكينا عن هالقصص اه للناحية كمان الايجابية يلي هلأ شفناها هيدا الاسبوع يلي هو مياس وقبل شفنا الباسكتبول اه حفلات لبنان يلي رجعت شوي هيدا الصيفية اه هيدا النصر يلي والتمسك بالحياة واعادة لبنان الى الواجهة اه برأيك بيرجع لبنان فعلا ولا هو بنج الحلو فيه انه عم بيخلي هالجيل الجديد اللي مزروب بلبنان كلمة مزروب مش قادرين يسافروا لهن ولأهل ولا يفلوا خليون يتأملوا شوي انه فينا نضل عايشين عيشة طبيعية ان كان بالباسكت الانجاز اللي عملوا المنتخب اللبناني او في رقيت مياس يعني هيدا اجمل شي صار من كم سنة تبعت مياس لدى الاسبوع شوية ايه تبعت كيف رقيت الشو والقدمه وكل شي صار روعة كتير حلو كتير حلو انت مانك اتغار سوشال ميديا ناديم شرفين بعرفه من من زمان يعني وكان دانسور اشتغلنا سوا وقتا كان عنا مسرح بالبلايروم وشاطر من وقتا يعني الشاب شاطر ما كنت متابع بعدين شو عم يعمل برافو عليه بهنية عالشغل الحلو عالسوشال ميديا ماني متابع مانك اكتف ليش يعني بوستيتك كل شهر شهرين مرة كل شهر شهرين يعني رفضت عم نبش عالسوشال ميديا لا اعرف شوية اكتر وهايك شوف مستيريوس او غامت ارقيت انه اوكي يعني وصلت لآخر صورة بسهولة عرفت اي صورة اول بوست منزل وانت صلت عليه بسهولة عالتها بسير مسلا انزلوا 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 ما اوصل عد حدا عرفت اي في ناس بنهار واحد عشرين بوست يعني معك لك ما بعدني انا بايمين انه اول شي حياتي هادي ملكي مع اني انا public figure يعني بس مع انه حياتك اصلا متداولة يعني بين الصحافة بين الجمهور بين كل شي يعني عالم تحكي انو سانطوني شو عنده حتى البرايفت لايف تبعك شوية طلعت لبرة اي لك الشغل غير موضوع يعني اكيد متداولة واذا عندي شي او اعمال بنزل اكيد هيدا لازم واحد انو عم بيروج اعماله بس نزلت عالسوبرماركت او رحت على البحر او كنت سهران بها ما بحب حدا يعرف صراحة ما بحب ليش ما بحب غير انو برايفيسي ولا في اشي من البرايفيسي ولا انت منك كتير بعد انت والسوشل ميديا ومعلك جدي هي ما الي جدي ضلني اصور ونزل هي اول شي انو صير سلايف لها الشغلة تاني شي ما علي ما عم بحكي عن حالي بس اخي ما عنده الحب الظهور الغيري يعني عرفت كيف ما بحب يعني انو لايكو انا وين سهران لايكو انا بال في اي بي لاونج طبعا مدليست لايكو انا ببرش خليفة مدير شو عم بعمل لايكو ما بحب ما بحب تحسها صارت أساسية مثل شرب والاكل وكل شي السوشال ميديا اليوم هي بتروي الشغل بتجيب شغل بتدوي على اشخاص هيك عم بصير ادي خلقية السوشال ميديا اشخاص بتسوى وما بتسوى خلقية ما بيسوى اكتر من اللي بيسوى وبيسوى مجرد تشوف اللي ما بيسوى بتقرف صراحة بتقول انا ما بدي يكون مثلون يعني لو هي معمولة للناس المنح بس لو الناس اللي بيستاهر وبيقول الوعي بس بتشوف انه طب شو الفرق بيني وبين هيدا يعني انه شو الفرق بينه بيني مثل فاتوك من السوشال ميديا شو عملو لا فاتوك يعني من وقت طلعو من ورا السوشال ميديا اه اه فيه كم كم عنصر مني مش عاطلين يعني انه فيه اليوم انت مخول تعطي رأيك لانه شخص عنده خبرة مخاب درام يعني عندك غاية شماس تحب له ستيره لغاية ايه شاطر شاطر بحب المسقفين وشاطرين وبيصيبوا النكتة يعني بيصيبوا الشغل بلا ابتزال يعني فاريد حباش منو منو عاطل كمان وفي في شاب هيك عنده اكاونت اسمه طق حنيك شي كمان ما هم بتذكر بس انو هاولي بيلفتونين بيتتباعون هول بتشوفون انو بيطلعوا لي اوقات فيديويت ايه مش انو بتقصد اوقات ايه في كم واحد بتقصد يعني بتفكر عملهم فولو يعني بشوف ستوريز طبعا ومغضومين ويتفكر تعمل مساحة مسرحية وتجيب هالشباب الجيل الجديد يلي هلأ هني اكتف ع السوشال ميديا يكونوا معك ليك هاي دي سيف زو حدين ليه منا هيني هني شاطرين ع السوشال ميديا شاطرين بالفيديويت اللي بيعملوها كتير صعبة تحطن ع مسرح او يوقفوا كستاند اوب كوميديان لانه شفت كم واحد منو نجربوها وما ما مشي حالهم ثلاثة ربيعهم منا هيني يعني صعبة اي اي يعني بدون خبرة اكتر بدون يفوتوا you have to integrate them بشي ضمن شي برنامج يكون عندهم فقرة شوي شوي يتعرف عليهم الجمهور لانه الجمهور الكبير منا من الجمهور السوشال ميديا السوشال ميديا بالنهاية بتبلش من اصحابهم ورفقاتهم واهلهم بتكبر شوي شوي لكم حضان بس بالنهاية يعني الناس الجمهور مثل ما معود على المسرح وعلى البرامج الكوميديا التليفزيونية معود يشوفهم بطريقة مختلفة عن هنه اللي عم بيعملوه على السوشال ميديا فبدون يجربوا يكونوا بين اتنين بده خبرة بده واحد يطلع درجة درجة ماريو بيسيل اشتغلت معه لسنوات عديدة اليوم كيف انتو ماريو صديق العمر يعني ما عم نشوف بعض كتير هلا انا وماريو يعني بعد ما في الليت لا لا في دعاية عم تجمعنا بس يعني مني في دعاية كل سنة برودكت لبرة يعني منسجلهم بويس أوفر وفي صهرات الصيفية ناس عزمونا يعني على كنت شوف ماريو يعني نقعد عنوية اكيد يعني بس ليش هايدي الصداقة خفت بس تكون عم تشتغل صديق العمر بطل صديق العمر اي لانو بعضنا عن بعض تدريجيا من قبل ما اترك كوميدي نايت انتو بكوميدي نايت ايه تغير كل ما يكبر الواحد بيتغير هو تجوز ايه تجوز ومبروك وغلي خليله بنوت هو تجوز اتا صرت اعذب يعني بدلته ايه بالوقت اللي كانت هو اعذب انا كنت اجوز شوف تتشوف انو الحياة ضدنا انا ويه ضد تستمع ضد نجتمع بس بطل ما اقول لك بعدنا اصحاب يعني بعدنا بعزوا لماريو بعرف ماريو نفسيته منيحة بس خلاص ما فينا ما فينا نشتغل سوا بقى عمل لك انا قررت انو بده اعمل شي مختلف بحياتك شالشي اللي بطل يشبهك بشغل ماريو تا اخذ قرار انو عم بتقلي هلأ بطلت تشتغله سوا شو الشي الشي انو انا يعني عم بنتقل لشي تاني شي مختلف عن اللي كنا نعملو لانو هيدا العصر تغير هلأ الوقت تتغير ما بقى فيك تعمل سكتش تقليدي متل ما كنا نعمل قبل كوميدي تغيرت يعني كوميدي نايت بنظرك انتهت او ما يشبه الكوميدي نايت وهيدا النوع من المسارح ايه تقريبا انتهى هيدا يعني فيك تعمل جزء صغير منه بس التركيز اكتر هلأ على افكار جديدة بس هشام حداد عمل مسرحية وكنتو موجودين كلكم سوا جروب واستمريتو استمرنا بس كنا من نفس النوع مش كتير نفس النوع يعني كنا عم نعمل ستانداب كل واحد وعملنا انجا كامسكتش كومن هيك فيهم بس من بعد الكورونا اقول لك وقفنا بوقت الكورونا من بعد الكورونا خلاص كله تغير توني بحاجة زيما لشخص يجي يحطنو ياخدو على مسرح يعني ولا مرة شفنا توني هو فتح مسرح وجيب اشخاص انا عملتها بالزمنات مرة ومعدت عملتها ايه انه ما ضل مصيبة بالبلد مصاريت وهالفكرة هاملتها فترة وقت تركت ماريو ايه ايه هالصداق بتروح بترجع ايه بتروح بترجع وقعادي كله هيك كلنا كم مرة واحد بيترك شركة بروح شركة تانية وقع بيرجع نفس الشركة كم حدا ترك البي سي راعة ما بعرف مين رجع البي سي وم تي في البلد هيك يعني بالنهاية كلنا بنعرف بعض اه انا بفضل من بعد هالفترة كله انه خلص انه اشتغل لوحدة كيف كانت التجربة مع هشام كتير حلوة كانت كانت كتير حلوة هي الفكرة طلعت مني صراحة اه كنا عنا عمل هيك مع فنين بس مش بي احد المقابلات هشام اي العكس قال العكس الله يسامحوا ما بعرف شو حس قال العكس اوكي مش مشكلة بحبه هشام وبيجنن هشام بس اوقات تيك بيحكي حكي ما بينتبه لحاله اه كان عنا حفلة اه يعني عنا تبينها ليه عادة عادة مش مشكلة شو اللي زعجك زعجني كيف قال انه هو عملها وانه جبت طوني او جاو لا غلط غلط حبيب لا غلط عم تقول شي غلط غير انه هاي الجملة ما بتنقال عيب مهينة اه غلط اه مش انت قلتلي اجي ومبارشو كازا اي كان اجتمعنا كان عنا حفلة وقلتلك عرضت عليك نعمل مسرحية سوا شو رأيك نكمل نعمل مسرحية من بعد هالحفلة مع فنان وقال لي ايه يلا يلا طعا نركب شي وانا حكيت مع الرويال وطالي الرويال وقالولي يلا طعو واتطفقنا عملناها وكنا بارتنورس فيها هيك صارت واجتمعوا الفرق يعني صار معنا ايه والبيع معنا صح هيك كانت بس انا لان ما بطلع بحكي وما بخبر وما بعمل وما بك بس هاي الحقيقة ايه ايه بنقلو يعني لاهيشام الله يسامحك بك ايه الله يسامحو اصحابنا ويه بتتابعو لاهيشام دايما ايه مش دايما دايما بس انو ايه بتتابع بردانشام اليوم غايب عن الشاشة عم بيحضر شي جديد بتنصحو يضل بنفس الاطار يلي هو قدم حاله للعالم فيه ولا يروح لمطرح اخر بعالم تقديم البرامج وليك كتير نجح بالشي اللي عم بيعملو هو يعني بهايدي الليت نايت شو انا بلايه نمبر وان يعني لازم يغير ولا كان فيه يستمر انو البرامج برا بتستمر سنوات يعني ما بدك تشوف بلبنان اذا ذا الفرصة مؤاتية يمكن هو عم بيفتش عشي تاني ما فين يجاوب عنو بس كم موسم عنو بس كم موسم عنو بس كم موسم عنو انا عملت كزا بايلوت للايه تنايت شوز حاليا هلأ درج كتير لان كان اه بس ما كانو عم بيزبطو ما بعرف ليش مع كم تليفزيون لبناني يعني دايما يصير فيه عرائيل من هون قصص من هون بلاشنا الحديث باول حل عم تقلي انو حيرابوك او حيرتقو او الشي هو الهنة اه اه ما كانت تزبط بتشوف حالك بالليتنايت شو؟ اكيد ليش لا يعني لا انا يمكن بتشوف حالك بيهر يعني انت ادمت ادمت يا لير يعين كان شي very different ما قلو عليها ابدا بالليتنايت شو وما كان حتى بحاجة يمكن لهضمني لهيك مزح شوي بس ما كان كوميدة يعني كان برنامج انترتيمنت ألعاب فننين ديوف يعني شي completely مختلف مظبوط وهيدا سبب نجاحي فيه لانه عم بغني وفي رأس وفي هيك مش ناك حبون العالم انا زي بتفكر يا لير يعين انه البرنامج هو ناجح هو فورماء ناجح فورماء رهيب وميما تجيب مزيعين او ناس تقدم ورح تنجح ضمن نجاحه للبرنامج يعني رح تنجح معه يعني ما نجح البرنامج رأى انه توني موجود فيه او انا زدت عليه زدت عليه ما فيني اقول نجح من وراي لا هو ناجح البرنامج اقول لك لو حدا يلا حدا كان ضل ناجح لو حدا غيري كان ضل ناجح بس انا تميزت زيادة فيه لانه ما في غنية ما بغنية انت الواحد بين الثلاثة توني يلي كنتو عالالبسي بقيت عالالبسي يعني توني بارود استمر كتير توني خليفة استمر كمان عالالبسي كتير اليوم رجع انت كانت فترتك قصيرة ليش انت بعدت عن تقديم البرامج ولا ما اجع عروض اخرى من الالبسي صراحة ما اجع عروض اخرى وايجيني عرض من غير محطة من الام بي سي وقتا وكتير كان جد العرض ومغري وتعرف نحنا يعني واحد بدي شوف مصلحته بالنهاية هايدي عمرنا بهالمهنة مش كتير طويل واللي بيضل محلو بس كرميل انو الان بحب هون وبحب هون وكرميل كرامة ما بعرف مين وهيك بيلاقي حالو عالطريق بعضين يعني هايك بفكر انا يعني حلو الوفا بس مش يركبوا عضارك يعني انو عرفت كيف كان فيه منافسة انت والثلاثة توني بوقتا؟ لا لا انت والثنين انت والثالث لا 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 كل واحد شيء لانو كان يعني دايما مقدمين وقت يكونوا مع بعض مع نفس جرد وبرام تايم بيصير فيه كومبتشن يعني هلا عم تقولي لا بس انا ماني مقتر انا انو انا بعرف عم تنبوش التاريخ انت والله اي لكن بالنهاية كل واحد بدو يشوف الريتنجز تبع بروغرامو يعني هاي دي المنافسة دفت كيف بيضلو عطلنين هام كل واحد عطلين هام انو اه هادا بروغرام عمل اكتر هادا عمل اكتر اه مين اه مين كان عقرب لألك بين توني بارود توني خليفة؟ اه ما بعرف ولا واحد لكن بيالي يعين بيالي يعين اي ولا واحد ولا ولا برنامج بلبنان كان قريب لا ما بحثي كان قريب لألك كصداءة اه كصداءة لا كصداءة كنت توني بارود بعرفه اكتر يعني اشوف بعض اكتر وحبيبي توني يعني وخليفة بيجنن يعني دلينا يعني شفته كذا مرة وهيك بيجننوا الشباب يعني تتير منيح بس كا عبيلك ترجع على التلفزيون ببرنامج بيشبهك يعني انت ناطر فرصة تترجع اه اكيد ليش لا اه اكيد توني بدي روح معك لغير بدي ارجع معك شوي لقصص يمكن العالم ما لا سامعتك ولا مرة حكيها او بتعرفها هي عنك عن طفولتك اليوم انت وحيد على ثلاث بنات عندك اخت اخصائية بالكلاوي ايه واخت بفرنسا واخت شافتان واخت شافتان عائلة طبية اول شي شو شعور الشخص يلي بيكون وحيد على ثلاث بنات مدلل اكيد اكيد الاهل بيدللو خاصة عن الماما واخواتي كمان يعني كمان بيدللوني يعني بيشوفوا انه اهلي عم بيدللوني بيصيروا هني كمان واخواتي بيجننوا يعني عندي احلى اخوات بالعالم واهلي كمان يعني بس انا ما كنت كتير يعني استغل انه مغنج لا كنت منيح كنت منيح توني قبل ما تفوت بهيدا المجال وعالم الاضواء شو كان بك تعمل يعني انت وصغير شو كنت قول شو بك تعمل او كيف اكتشفت هالموهبة كيف نميتها اهلك شو قلولك انا بلجت ارسم كان عمري ست سنين يعني بيانت الموهبة عندي موهبة الرسم ارسم الدسان عنيمية يعني رسوم تحركة على التلفزيون وكذا وكلهم يعني شافوا شجعوني انه بيان في موهبة يعني بالمدرسة وبالبيت وكل اصحابي وكمان بعد فترة اكتشفت اني بغني الماما صوتها حلو ففتكر اخي الصوت من الماما وكمان صرت غني بالمدرسة والحفلات اه شو بعدين سيت كيف بعدين اكتشفت انه انت شخص كوميدي او كيف فت على هيدا المجال وكانوا اهلك مشجعين انك تفوت بهذا الجاب فت على المجال كنت بالجامعة كنت بعدا كنت عم بدروس الانات ورسم يعني فت على اساس لاني بعرف ارسم مش فت بمعهد التمثيل والجامعة بتعلموا الدراما يعني في ناس فكرين انه انا دارس مسرحة وتمثيل لا انا وبالجامعة تاني سنة بشوف اعلان هونيك سامي خياط كان عنده مسرحية من بعد توقف طويل بيرجع يبلش وطالب عناصر جديدة هيك شابه هو دايما بيشتغل مع شباب صغار كذا مع كل اصحابي قالولي طاني يلا انت لازم لازم تفوت فيها لازم لازم هيك باطلعت شجعت شجعني كنت تقلد يعني اي 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 كنت تقلد كنت تقلد وغني وكذا يعني بيعرفوا عندي هالموهبة رحت اجتمعت فيه وفرجيته شو بعرف اعمل هيك كتير حبني وكانت اول مسرحية فايدك من خبرتو اساسا اكيد اكيد ما كنت عارف شي يعني ما كنت عارف كيف اوقف على المسرح انه ممنوع تبرم ظهرك كيف تستعمل صوتك او تبرجيكت لانه تلات ربعنا منحكي غلط يعني نجع عير او نستعمل زلعيمنا خاصة فيه مسارحك انه بلا ميكرو كمان يعني بتحكي ديراكت مع صوتك انت طبير اي اي وحتى بوقت المع ميكرو يجب تعرف كيف تستعمل صوتك ما تصرخ على الميكرو كمان تعرف ده تعلي توطي وكيف ما تتحرك وقت يكون في حد عم يمثل حدك تما تسرق الضو منه تسرق الانتباه كلهم هوا بتتعلمون بالجامعة بس انا تعلمتون معه من سامي خير من سامي يعني على المسرح كمسرح محترف يعني ومن بعده ما عملت شي لانه بدي ركز على الجامعة يعني بدي خلص وايك اول ما خلصت تعرفت عماريو كان بعضه مخلص هو مسرح ما عمارك اداح شي هيك وبدو يعمل شي لحاله قال لي تعا نعمل مسرحية اسمه مرسي كتير كانت بوقتها وتعرفت علي وكان هو بوقتها عامل حالي وقت قصت عن الساكس ما ساكس وكذا تعرف كانت ناجحة المسرحية يعني انا كنت الموهبة فيها استعملت مواهبة وايك وهو التمثيل والكاركترات واللي بيعملوا الماريو يعني عاملين هالكونتراست كنا ايه حدا بيقلت بيعمل استاند ابيت وحدا بيعمل الكاركترات يعني طبعا ماريو والستوريز ايه بقى نجحت ومن بعدها بس كمان ما كتير ما كتير حبيت كميل تيما متردد ايه بيصير اشياء بيصير اشياء حاسك ريزي مارك مكتبة يحورك يعني شوف شو عانت انا يعني عائلتي بس اللي قالك عائلتي حد الكنيسة يعني خلقان بيتنا حد الكنيسة رايحين جايين بيزورونا ماريو حد عزرايل حد عزرايل ماريو يعني شو بيقولك والجو اكيد عم نحكي عم مزع هو بيمبسط فيهن اوه هو بيحب عزرايل اصلا ماريو اكتر بقى فيه كنتراست مش طبيعي كان يعني انا متل القاعد بكوكب مش لقلي يعني شو عام بيعملوا هاو شو هي كيف بيدخنوا انه فيه الكول يعني ما كنت شربان الكول بحياتي يعني بوقتها اول مرة سكرت مع ماريو ايه نزعني الزامن احبت خير لا يعني غير غير جو غير جو عني ما قدرت اتكيف ضيانت سنة شي فلت رجعت على كنيسة ايه رجعت على طبعت عملت راهب وتنسكت يا رب سمحني اشتغلت مع ماريو وسيل اه لا قلتلك تركت كمان بعدها مش جدية كمان ما كانت كتير جدية عندي كم بدي اشتغل بشغلي بدي اشتغل بالادورتايزنج يعني بدي ركز اه لحد ما فت ام تي في حكي معي بي اسأل شي ايه جيهاد المور استيش جيهاد المور وجل وتحية حكيني بوقتها وتعرفت عكل نعيم وعادل والشبيب كلها ناتالي ورولا وشادي حنة كان هو المخرج كتير تتبسط معهم يعني كانت هنيك الانطلاقة بالتليفزيون بعدين فت فادي يعني من بعد بشهر شهرين فت فادي وكنا اكيب دريم تيم يعني اذا بدك بوقتها وعملته بومينك وقتا كتير بس تصيرت معروف صاروا يبعرفون العالم يعني صرت ملنا خضة خلص حسات هيدا اللي بدأ عامله بالحياة كل ولاد الام تي في رجعوا على الام تي في وقت رجعت فتحت إلا توني أبو جودة بلا بلا رجعت رجعت ببروغرام كان اسمه سي اي 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 لا بس انه عادل كرم عنده اخد برنامج لفترة طويلة جامعة اسأل شي رجعوا على اسأل شي وعملوا هيدا الكميدي يعني عرفت شو قصدي وبقيوا يعني اليوم ومعدوا هلأ منهم موجودين بشي يعني عادل عساس عم بيحضر شي توني وين؟ لا لا قللك هني ما وقفوا راحوا على هني عملوا ايكيب بس عملك عملك كامباك رجعوا على ايه رجعوا على الام تي في صار في كونتاكت معهم يمكن حسوا انو الفيوتر يمكن كانت بفترة مش كتير ايه رجعوا هلأ فادي ما عمل شي ما تنسى فادي رعادي ما عمل تلفيزيون من وقته تراح على الجديد فادي فترة ايه بس انو ما رجع ام تي في كمان فادي انا اه ما بعرض صار في حكي اعمل شي وكذا هيك بس كمان ما كانت تزبط ناسي ناسي شو الاسباب بس اكيد صار في حكي صعب اليوم ترجعوا تعملوا تقدموا برنامج كوميدي متل اسأل شي او هول البرامج اللي كانت معروفة بس مت وطنوا هيدا الستيل صار صعب هلا خلص يعني الميمز على السوشال ميديا اسرع لانه النكتة بتكون نكتوها وخلصوا بيتكتها صار الكوميدي صارت اسرع الستيل صار اسرع اه بينعمل نكسر فيها نقول ما بينعمل يمكن بينعمل بس تتلاقي النجاح اللي كانت لقيه قبل صعب كتير تاني شي نحن كبرنا يعني نفس الاكيب صعب كتير اخدت من امك وراثة الصوت الحلو وكمان بتحكي عصفوري مثلا كيف تاري بس ها ولا مرة ولا مرة حكي عصفوري يعني مرة ببروغراميات كوميدي كانت شوية بعدك بتحكي عصفوري تيني جملة ها مش تقريد يعني ها هيك جملة ازا نزاك ازا تزير مزاب شزود بزي هزل ازا بزال ازي حزب بزيت ازاك ازا تزير خزاف ازي في ازي نزاد ازي في ازي شزو كرزن عزال نزاش كزاف في ازي نزاش يزال ازال جزم هزور ازن بزست ازو شو هي شو زكريزن شكرا بالاخر او زكريزن ايه قبلها كلها شو قبلها اقول كتير مبسط بهالمقابلة حلوة وخفيفة نظيفة مرسيه عالنس كافيه وشكرا بس ما خلصنا اذا كنت تتسلق انت امك تحكو على اخواتك وعلى الجيران بعدنا لالا بعدكو لالا بتحكو عصفوري كتير متعلق بامك توني اه تشوف يعني اكيد الواحد بيحب اهله انا بحب امي وبايي الله يرحب لانه قلتلي قبل شوية انه امك اكتر حدا دعمك يعني واكتر حدا غنجك ايه لانه الام هيك شغلتها البي ما يعني البي باي اعرفت كيف اوتوريتار بيكون يعني اللي فيه مكفيه يعني فقت والدك اثر فقدين والدك عليك كيف اثر كل وفاة بتأثر يعني حدا مقرب منك الا ما تأثر فيك يعني تحس حالك انه هيدا الشخص يلي ربك و وكان معك كل حياتك فجأة بطل موجود يعني ما الناهايني حتى لو عن عمر كبير والحمد الله يعني بها الايام بيقول ما تعذب يعني ما تعذب قد ما عم نشوف ناس عم تتعذب وبشع الحياة يعني بتخليك تكره هالحياة تأثرت اكيد بس بعرف انه البابا كان مبسوط وما أثرنا معه ولا شي انا واخواتي وهو بمطرح حلو هلا عايش حيات حلو شو الجملة يلي يلي مثلا اعيل لك ايها يمكن ما ضروري قبل وفاته بس هيك معلمة فيك يمكن تكون سلبية ما ضروري تكون إذا بي جملة معلمة فيي اه ليك مش جملة كاركتاره شوية للبابا معلم فينا يعني بيحتد مثله انا هو كان عصبي بيحتد يعني هو عم بيخبر الخبرية بيحتد فأنا هيك اوقات كن عم بخبر خبرية مثلا عم بيحتد حلو نحن رايل هم بمقابلة بس إذا قاعدين ودي خبر عن شي مثلا فيه شواز يعني كأنه انا معني شخصيا حتى لو عم بخبر عن حدا تاني شغلي صايرة شخصيتك الكوميدي من مين اخده؟ الماما شوية الماما عندها شوية كوميدي ترك ربايا كان قاسي بتاعم بتقلي البيك ايه نعم يعني ايام المدرسة كان ايه باي اللبنان تيبيك يعني اذا بدك اللي بيشتغل و بدي يربي العيلة اعجادهم اهلنا انت اي نوع بيت هلأ؟ انت هلأ ابولية ايه ايه بيت كيف بستيلك؟ لا انا البيل هلأ المدرن مثل كل البيت هلأ يعني اللي بيغنج كتير و اصحاب ايه بغنج بجرب مغنج كتير لانه ما بيسوا ولادنا كتير مغنجين طالعين يعني اذا بك تقرن مع ولاد الغرب لا ما بيسوا هيك بس حبنا الزايد لقلهم و ردت فعلنا ع تربية اهلنا خلتنا كتير نغنجون لأولادنا زيادة عن الزوم و نعطيهم اكتر من مش انه ما بيستاهلوا بس اكتر من الزوم عم نعطيهم انه لازم يتعودوا ويعرفوا انه كل شغلة تتحصل عليها بك تتعب انه هالاشيه اللي عندك اياها الاقيمة هاي ده لازم كل اهل يفهمون هالشيه لأولادهم نحن احدى حسنات الازمة اللي صارت يمكن انه هالا اولادنا عم بيصيروا نورمال شوي ني لانه قعدوا بقبل بيت اكتر لانه مبطلوا قادرين يحصلوا على الاشيه اللي كانوا عم بيحصلوا عليها قبل مبطلت الامور سهلة سهلة لقلهم عندك اخت بفرنسا متل ما سبق وذكرنا اذا ليها بيوم من الايام اشتقلت لك بدي عيش برا بتتقبل يعني عشت تجربة انه اختك بععدت عنكن بتتقبل ليها بعيد ليها بنتك حيدي اصعب شي ما بعارش صراحة ما بعارش بتقول مصلحتها تروح لبرا اذا مصلحتها بتقضي تروح اكيد اكيد يعني متل ما كل هلا اصحابي عم بيختنقوا لانه اولادهم عم بيسافروا يعني انا عندي اصحابي على بنت صغيرة بعد انه تلتعش بتصير ان الله راد هلا قريبا بس في اصحابي عندهم اولادهم تمنتعش وعشرين وكلهم عم بيسافروا يتعلموا برا يكملوا درسهم برا لانه لبنان للأسف عم بيشبرنا نعمل الاشي عم بشوف ادي عم بيتداقوا عم بشوف منا منا هيني ابدا بس ما فيهم يمنعون ليا اليوم شبتوا نصحة شو بتقولها كيف بتشوف مصلحتها بشوف مصلحتها تعمل الشي اللي بتحبه تعمل الشي المرتاحة فيه ان شاء الله تلاقي الشي اللي بترتاح فيه وبتحبه لانه منع سهلة وهلق صار فيه صاروا limited الاشياء يعني عم بلاحظ انه الدراسات والتوجه طبع التلميذ هالقيام صار محدود يعني بطل المهن ما كتير بيفكروا بمهن كانت موجودة قبل كل شي اوريينتد على السوشل ميديا هلا وعلى مثلا قصص الارتستيك هيك عم بلاحظ كله بدو يتخصص شيء اللي علاقة بالفن وبالديزاين وبهاكة يعني ما بعض الشيء مظبوط شيء حلو او شيء عاطل هذا لان لازم يضل فيه ناس عم تتخصص باشيها نيا شو بتقولك شو بها تعمل ليه بحدها صغير هلا ما بتعرف شيء يمكن تغير رأيه خمسين مرة عندها شيء من مواهبك عندها اي شيء من اللي انت بتعمل ولا لا مهضومة عندها حركات كوميدي بتعمل لا انا حس انا وقت شفتها حسيتها بتشبهك بالكاركتر تشبه كارلا بالشكل بتشبهك لقلك بالكاركتر مضبوط وبترسم كمان مانا عاطلة بس هال التنشن سبان اللي عندهم هيدا الجيل مشكلة مشكلة التليفون كارسي يعني مواهبهم عم بتروح دعان من وراء الالتها الالتها اللي عم يلتهوه بالتليفون او الايباد او هيدا يعني اديه صعب تخليون يرجزوا يتعلموا انسترومنت ميوزيكل انسترومنت او يرسموا او يعني صار بده كتير افور هلا تشوف انسان عنده موهبه بس عم بيضيع وقته لانه في شي تاني عم بيضيع اي موهبه بتساعده تنميه اكتر؟ يعني اذا بقى تدعمه ليا اي موهبه بتساعده تنميه؟ الرسم الرسم يعني فيها تفتح له كتير مجلات بعدين انت الرسم اليوم بتحس انه سبور لقلك يعني؟ يعني انت بتعمل الرسم لتطلع منه مصاري ولا بس دفو الماء؟ اي اكيد اكيد لان اشتغلت انت مع ماكسيم شعية اي هيدا كين شغل ولا؟ شغل اي كان شغل ودفو الماء اذا بدك لانه في ما كتير فيه انكم هيدا الشي لانه نحنا منا بلد بيقدر بيقدر البعض السيني كتير وبيشتري بعض السيني مثل بفرنسا وأوروبا وأميركا بس قبل وقته كنت اشتغل الرسم كنت بحقك فين يعيش منه بكل سهولة يعني بفكر اه توني مسلا يعمل ابليكيشن تكون هيدا الابليكيشن بيقدروا يحصلوا عليها بحيالة دولة باند ديسيني تكون عم تنزل اه رسماتك مع ستوريز انت الباند ديسيني اللي بترسمو بتحط قصة في قصة هي اه 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 هي قصة مقلفة حدا بس انه انا فيني انا مقلف قصص اصلا راسي مكتبه وهيك يعني كنا نعمل مجلات انا وأصحابي بس هاي دول تسليه هلا عندي fan page هايكي مثل art page فتحها غير الpage طبعي بس هاي بيفوتو علي ببليش يعني ما بيتفاوت هاي بيفوتو الapplication بيصير في اشتراك يعني كلمة تحصلو عليها حاس هلا عم باتيك فكرة هم تعطيني فكرة بس لا عليك هال ايام بيفوتو وينما كان وبيشوفو يعني art is for everybody يعني ما بعرف كيف بدك تسعر وشو تاخد وشو هايكي وشتراك مجلة مثل مجلة المطبوعة مجلة الالكترونية يعني طب يلا بدك بعد الهو تنصحني فيه ما عندي مشكلة فيه وجهني ارجوك انا اعطيتك اعطيتك اللمبة انت كافي ما مش راح اعرف كافي خليك ما يا خيي انت ضوية ضلك ضوية لانه لانه بشوف انا رسميتك يلي انت بترسمون ويلي بتعملون وكذا مرة بشوف شو بينتشر لالك انه بحس انه بمطرح معين يمكن بهون منو نأهدين حق مظبوط ايه تلا النوع اللي بلسمه يعني هون ماكسيمو بيعملوا كاريكاتور كانوا بالجرايد وبالمجلات وبنشرات الاخبار وهاي لان ماكسيمو كده نشوفو مظبوط انا اشتغلتها هاي دي بايدو وي كاريكاتور ايه اشتغلت بفام ماجازين وبمجلة ماجازين والدفاع العربي وما بارش ازا هاي دول مجالك ترسملون كاريكاتور اليوم اذا بكامل كاريكاتور عن حالك عن الحياة اللي انت عايشة شو بترسم الحياة العيشة ايه الموت دي في طبع شو بترسم ليه برامت احفكر 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 طبع راسي محالي كاريكاتور اه راسي محالي اه راسي محالي بس ما حتى يتحالي كاريكاتور ببشع الشخص بشع حالك وقت ترسم حالك ايه اكيد 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 ولا بتهتمل حالك زيادة لا لا لكن هاي دي النسوين عن دنيا المشكلة ايه ابشع موقف وقت لباك ترسم مرة كاريكاتور لزي بيقولولك رسمني طب رسمني يا حبيبتي اسمعي مني باليها لا 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 رسمني يا حبيبتي ما رسمني رسمني جاري بترسمها هاي دي أنا هيك من خاري هيك من ما فيه اصلا المرة وجه ناعم صعب تعمل صعب للكاريكاتور صعب تصيب الكاريكتور رجال اهيام بكتير نحنا فيك تطول من خار راس المرة أصلا هي بتروح تتزغر من خار ايزاك لي يعني وتزغر شو جاية تعمل جاية تبشعيك يعني اه 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 قلت لي صارك ساعة بتحكي عن ماريو وماريو اه يعني قريب من عزرائيل والسكشو والقصص اللي بيعملها انت بترسم كمان اه نساء عاليات اه وين شفتن ها مجرد كون شفتن مين قالك اه لا عادي اه يعني طيب ما هو بيقدم هير فان بهالطريقة انت عبتقدم فان تاني دا لا هيدا بس انا بدي اعرف شاخر كيف بترسمهم يعني بتجيب بتجيب سيدي وبترسمهم بالجامعة ايه كان في موضل ايه هلأ هلأ لا خلاص حافز حافز ولا مساء بتدور عشيه على التيفي بتعمل بوز اخييه فوت على التليفون بتلاقي مية صورة شوف وين وين عايشين بس اه لا لا انت من خلال سكتشيتك كان في عندك خبرة بالبورنو شا هيك عم بسألك يعني خلال السكتشيت اللي كنت عمله اللي دلقلمان والفرنساوية وكلا حدا ايه فيه اطلاع اه كم فيلم بورنو هيك بس كرميل السقافة كرميل السقافة بس كالتشر كالتشر لازم تعرف الشيء بالحيات الرسمات الرسمات كمان بس ما جوابني على السؤال عفاو اتباع الرسمات شو يوم بتجيب سيدات بترسمهم لا لا وين منك تجيب سيدات ترسمهم ايه وين غلط مش غلط بس انه ما في داعي المجتمع برا هيدا الشي موجود ايه هيدا بس اذا عم ترسم يعني يعني انت انا عمل لك دعاية بدا تكر عندك عطوليات بدا تنرسم بدا شي هم بدا كرميلة ايه انا كرميلة ايه برسم ايه بليز اذا كنت سيدة حابة ارسمك عارية اتصلي بيرال في معطوق على سفر دغري دغري عنده دغري عنده خرب بيتك خلبي فيه صور في ميت على الشغلة انه بتشوفهم رسم حدا فيمس ايه مين رسم كتير رسم من اللبنانية رسم فيروز رسم اه قصدي رسم حدا فيمس عاري عاري ايه يا خي شباك مش عم تطلع من هالسيري انت لا 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 اه تب رسم عادي بنرجع فيروز فيروز وديع الصافي كله نهو الكبار رسمتن بالزمانين من الصغار ومن الصغار صغار بالعمل يعني ما بتذكر بس ليك بتذكر مرة منك رسم هايفا كانت صديقتك هايفا هايفا ايه هايفا ويارا رسمت هايفا ويارا عندي كارلا كارلا رسمها كمان وراسم راغب علامي راسي من كمان بمقابلة بمقابلة من مقابلتك السابقة قايل انه اجمل مرة شايفة بحياتك هايفا بعدك بتشوفها هيك اكيد بلوك يا خيش هي ام بنتي بالنهاية وعشنا احلى ايام سوا هادا اللي بتذكره وهادا اللي لازم يبقى يعني بس كيف بتتابع انت وكارلا قصلا مثال للكوبل اللي بيطلقوا لانه بعدكن كتير اصدقاء على تواصل دائم بشكل يومي تقريبا وبتحكوا بتستشيروا بعض بتتفقوا بكل شي كيف قدرتوا هيدا العلاقة بعد طلاق تبنوها تطلقوا يعني محافظين عليها هو انفتاح منك من كارلا من اتنين اذا بدك ومني ومني بدك تفكر بالمصلحة العامة هيك يعني ما تكون بس كلمان ليا ولا لا انو لك في اشياء بتجمعنا يعني انو البيت كمان وليا ومدرستا ومئة الف شغل يعني والوضع بالبلد يعني ما بيسمح للواحد يروح خلاص انو انو روح طريقك وكذا ما يعني نضرعينا نضرعينا انو مجبور تلتف حول حدا يعني انو تضلك ان بون كونتاكت مع مع كل الناس المقربين منك يعني ان كان اهلك او حتى زوجتك السيبة اذا شي يعني الظروف بتخليك تكون تكون هيك كزوج يمكن بتقدر تعطي ملاحزات لزوجتك لتنتبه على قصص معينة اليوم انت بتعطيك اذا مسلا بتقل انتبهي هون تبهي يمكن بإطار شغلة بحيالة شي كونك عريب من مجالة يعني وعندك خبرة لك هلأ ما بقى اعطيها شي صراحة هي بتعريف ماني مخول ماني مخول شي في ده هي بتعريف و نو لا بتتبع بتطلنا بتطلنا سوى يعني نوعب الله كل شي برات إطار العائلة اللي جماعتنا وبنتنا ما بتعاطي فيه يعني بتتبع آآ قليل قليل ليش لأ نوعية البرنامج يعني ما بتحبه ولا بتتفيده تشوفه لا ما بكون بالبيت وقت تكون سئيل سؤالي وفوتبول انا خي وين في فوتبول شي تحضر فوتبول ما بحضر غير فوتبول اه اوقت نتفليكس يعني تلفزيون لبناني ما كتير عم بحضر صراحة مابا عم بحضر بتشوفك عرضة بالتمثيل ممثلة اه ايه لمثلت دراما يعني ليش لا ليش لا يمثلت من زمان توني أبو جودة ما أقول يجوز مرة جديدة بيفكر بحي المشروع ولا بمرتاح أعذب مرتاح مرتاح أخف واجع الرأس وهلا بها الأيام يعني شو بدي خبرك بس فكرة انه تلوز مرة تانية مانا مانا بعيدة يعني مش انه لغية بس ماني مستأتل ولا مستعجل ولا هايدي هدفي بالحياة في حدا بحياتك لا لا ما في حدا تمام يعني ندعي العالم على الميكرو إذا كنت حاب رسمك عارية وتكوني جزء من حياتي تصلي بي رالف معتو على سفر ثلاثة أربط شو بني لك انت مدير عمالي صرت خلص راحز كيف شغل يعني أبليكيشن رسم زواج شو بحب يعني ما تقلل بقابة ما فدتك اليوم توني نجلت فتحت لك مجالات خليت العالم تعرف كل شي بلاش تحلم من هلا يعني شو عم شوف الأرقام هيك نزلته كأنه كان ستاب لتدخل بعالم الغناء ورجعت رجعت ليش دي تفجأة بسألك عنه نكي هيك لأن هاي دي حقها بمضحكة شوي بحياتي يعني أحد الأصدقاء حب يعملي غنية بالقوة يعني يلا غني وأنا بدعم عكم نعمل غنية من شو نعمل مدير أعمالك كنت نعمل مدير أعمالك وقلت يلا يلا منفوت فيها اجتمعنا بسليم على السيف وقتها وكان عساس في فكرة أنه أنا شو بحب غني وكذا هيك قال لي أوكي أوكي في غنية لك عندي غنية لك عندي عندي فكرة كتير حلوة بتلبقلك طلعت هيا الغنية هلا شفوها بتلبقلي هني يمكن انت وهي كتير حلوة الغنية بهذا يعني بالصوت سليم بتجنين وصوت حدا تاني أو أداء حدا تاني مش عب حطم بحالي بس أنه ما كانت عاطلة معي ما كانت طلعت حلوة تسمعها بالسيارة بس لا بس إنه تسنات مي يخي مش أنا مش أنا كنت بتفضل تعمل شي أجنبي مش ضروري أجنبي شي لبناني بس غير ستيل يعني ستيل مريح ديو معمين بتعمل مش إنه غرام أنا من الأول وضحت لهم ما بدي غرام يخي بكره أغاني الغرام كوميدي غنية كوميديية أو مرحة مرحة ما ضروري كوميديية في كتير أغاني بس مثلا في عنا مارون نمنوم شخص كوميدي كان يعمل أغاني كوميدي وإنه بتفكر بهيدا شي إيه هيك شي حلو هل عملت كم غنية هيك أنا زلتهم بالبروغرامات حتى بيالير يعني كنت عمل سكتشيت أغاني يعني ما بعض شو إنه إذا بيسموها سكتش يعني كنتوا تعملوا فطم فطومة وهيدا الستيل من الأغاني بتفكر ترجع هيدا المود إذا أغاني معروفة غيرها لا لا ترجع أغاني توني قبل كان الكوميديانز يطلعوا بالصهرات قبل الفننين يعملوا ستاند أب كوميدي مع جيركن هيدا الظاهرة شوي خفت ومثل أنا نحطت لناس معينين بس وما كتير ما كتير ميرستوها هلأ رجع شوي هشام وإنت هلأ من شوي ذكرتلي إنه لتقيته بحفلة وهشام وقد طرحت عليه المسرحية من زمان بتحس غلط إنه الكوميدي يكون عم يطلع قبل الفنان يعمل ستاند أب بالصهرة مثل إليه أيوب ويعني هيدا الستيل اللي كان موجود بكل الحفلات شوف أنا يعني ما بعمله مني مني ما فيني أحكي عن غيري كل واحد بشوف شو مصلحته وبالنهاية برجع بقلك هاي البلد بيجبرنا نعمل كل شي للأسف جبرنا نعمل كل شي بس أنا مثلا كان ينعرض علي وما كنت أعمله من قبل آه كان ينعرض علي آه ينعرض ما ما بحب بكون هيك يعني أنا مرة وحدة يمكن عملت آه أو مرتين بس مع واقل كفوري آه يعني بحفلة واقل أنه أنه فننين كلاس آي مثلا هيك ما عندي مشكلة آه ما عندي مشكلة بس فننين غير آه يعني حسب الفنان حسب الفنان آه يعني بتعملها بس حسب الفنان مش إنه ما بتعملها وبعملها ضمن إطار إنه عم بعمل شي وقدم الفنان يعني مش إنه آه يعني كستاند اوب كوميدي يعني كيف مش إنه يعني اللي بيقتلك هلا إنه في ناس هلا بعد كورونا بعدهم بيعملوها آه مش معقول وبعتزر يعني بس صرت باخع كذا حدا يعني إنه باخعهم شو بدقلو ما تبصوه بس صوري لا بلو لا لا بليز بليز خليك بعيد بلو شو ما بده مستحى شو بس هي شو يعني هي وسوسة نوع يعني من شو بتخاف في عشرات وسوسة إنه هذا لأن صديقك ويسام صباغ شو بيه هو كتير موسوس شاكل كن عاديين بعض يعني لا ويسام أكتر بكتير آه بعرف يا الله ويسام في ذكريات عنوية من سي بي أم ما معقول شو كنا نضحك سوا بعد ويه أحلى أحلى علاقة هيك صداقة شغل كانت مع ويسام صباغ بيشبهك بالكاركتير بالتخكير بالوقع صح لأنه هو مهزب مثلي عارف كيف يعني كمان عائلته ناس أتقية يعني وهو مربى تربية إنه يعني شو بقى مش عام بليق الكلمة إنه ما بيشبه ماريو يا حرامي على طولها ماريو بلا ماربا حبيبي ماريو لا بس إنه يعني بيشبهني ويسام بيشبهني مع أنه ماريو عنده كالتشم كتير بس نشبه بعض أنا ويه عارفت كيف يعني هو مدين مش مدينين هو أصلا نصه نصه مسيحي نصه إي إي بس إنه نشبه بعض يعني المهزبين ما مندخم نكره السيجارة تنيناتها تنيناتنا يعني كنا نعاني من الدخان بس حرام ماريو يعني شو اليوم ماريو سيجارة وراء التاني يوم هلكتو يا ماريو بس ماريو بس كيف عمل لك ماريو كمان كتير بيقرأ كتب عنده بيعمل مديتيشن عايش بي كوكب الزلم يمسقف بيجنين ماريو لا عم بمزح أنا بس هو كاركتير يعني كاركتير ماريو بيشبه شو بدي إيلك سيرج جينزبورغ زبدك يا الفرنسيوي يعني هذا الفنان فرنسيوي معروف كمان كان هيك في موضوع يعني ما بعرف كتا عم تفكر إذا بفتحه أو لا كمان أنت خسرت اتنين من أصدقائك مؤخرا وكانوا أصدقاء جدا معربين لألك بس توضح شغل لأنه شوي الصحافة كتبوا أنه خيك أنت ما عندك خي لأنه أنت كتبت على السوشيال ميديا ففكروا أنه خسرت خيك خسارت أصدقائك كمان بفترة زمنية قصيرة وراء بعض آه الكورونا يعني حدا كورونا تحية لكل الناس يلي خسروا ناس من وراء الكورونا يعني تتشوف نحن هلأ وينصرنا الحمد لله نراح فيك تعتبر راح ما قاله ما قاله قيمة بقى ما انسجنيفكينت صار الكورونا وليك من سنة أو بالألفان وواحد وعشرين أول ألفان وواحد وعشرين ملا كيبوس كنا عايشينه آخر لألفان وعشرين وأول ثلاثة شهر من ألفان وواحد وعشرين قبل ما يجي الفاكسين يعني قبل ما تصير هيني الشغلة خسرنا كتير ناس أخسرت صديقين من الكورونا من أعز أصدقائي يعني وما بعرف تصير تتحسر أنه أنه هيك يعني إنسان كان من خيرية الشباب هيدول كانوا من خيرية الناس عندهم مستقبل قدامهم عندهم عيال عندهم ولاد أنه هيك راحوا بس كانوا كتير قراب لألك آه 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 يعني آه 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 في واحد كان شوي عنده وضع صحي من قبل ما كنت كتير عم عمشوفه يعني بس في التاني يعني كنا دايما نسوا دايما نسوا نضال سوا نسافر سوا وقت قطعت بهذه الحالات الوفاة يعني من والدك لشابين من رفقيتك حسيت أنه هالدنى فانية ما فيها شي النجومية مجتباطة كل شي نحنا عايشينه وهم آه آه يعني ولا أحس كمان أنه الهم الهم ما قاله لزوم يعني الزعل وكل هالإشياء يعني لا لا الواحد بيجيبهم لحاله هيدول لأنه بين يوم الثاني يمكن تموت تصير تقول طب لا خليني أمبسط خليني ما نخلي هيك عدوات مع حدا ما نخلي زعل بقلبنا ما نخلي زعل مع حدا حياة قصيرة بتشبه شي المقولة اللي بيقولوا أنه كل كوميدي هو شخص تعيس أو حزين فيه شي منه يعني أنت شخص حزين فيه فيه شي منه ليش ما وارف يمكن أنا خلقان يعني أنت بتكون داون أو أنت بيكون في عندك حزن على قصص لايك بفكري كتير لأنه وبعط لهم كتير اشياء وبرفكشونست بتفكيري فبزعل ضلني زعلان يعني أنا من قبل الأزمة ومن قبلها كنت ضلني كمان زعلان يعني لأنه عم شوف شواز كتير إن كان بالمهنة إن كان باللبنان بالعالم بالمجتمع بالعالم كيف كيف عم بيتصرفه كيف بيفكره العالم لوان رايح يعني كله شي بيزعل والحياة ككل يعني بس تكون كتير منيح بتتدايق بتزعل بتتدايق يعني أنا ما حدا بيفهمك والكل بديو عمل مصلحته وأنا شخص يعني كنت شوي أدعس عن مصلحتك رميل غيري يعني كتتضحي بس هيك للأسف شي بشع هيدا مين اللي بتقول عن جد فيني قول عن هيدا الشخص إنه رغم كل شي هو وافي معي أو وافية فيك تقلي مبلقة حدا مش ما بليقي هادو أصحابي أصحابي وأهلي يعني هيدولي الناس أحلى شي بحياتي يعني بالسرق والضرق يعني بوقت تكون مددايق وقت تكون لحالك ما في أحلى من الأصحاب بدنا ياك دايما أب محاطي أصحاب بناس أوفية بناس بتشبهك بدنا توني أبو جودة يلي بيدحك كل الناس والعالم كلها بتحبو وبتصني على موهبته وعلى كل شي بيقلمه ولا مرة قدامت شي على التلفزيون ما بيليق فيك أو ما بيليق باسمك أو حدا قال إنه في كون في كفية تكون يعني كل الناس أكيد ما بتجتمع على محبة شخص فيكونوا ما بيحبوك بس بيحترموك فدايما بدنا ياك هيك بدي ألك تانكيو لأنك اليوم كنت معي بهيدا الانتربيو على أمل أنه نلتع أكيد بغير لقاءات وإن شاء الله منشوف الستاند أب أكيد ساند أب توني مع سوبرمان وباتمان هيك كانت الأفيش هلأ مسافرين هني بكرة بتلفلهم بيرجع تبصر النور ببلد إذا بيخلي النور يضوي يعني ببلد صعب لأنه فينا نقول إنه رح نعمل شي بالشتة بس بكرة ما بناعرف شو بيصير بالبلد أنا اخترت سوبرمان وباتمان يعني غير إنه أنا رسمه نايدو للبوستر أنا رسمه وبحب السوبرهيروز بس لأنه هي البلد بده لا ينقذوا لا ينقذوا يعني بده سوبرهيروز تحدى عن جاتة يقدروا يشيلوك يعني من من الأرض يعني حطونا تحت الأرض أنا بدي لك مارسي كتير ومارسي لوجودك وأكيد بدي أشكر كل الأشخاص يلي تابعونا على أمل أكيد يجدد دقاءنا الأسبوع جهة